وصف مسؤول من منظمة الصحة العالمية لاستجابة الحالية للتغير المناخ بأنها بطيئة للغاية وغير منسقة بتاتة وحث هانزي كلوغ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا المشاركين في مؤتمر كوب 27 على العمل بشكل أسرع وأكثر تنسيقا إذ قال إن حرائق الغابات المدمرها التي اجتحت أوروبا الصيف الماضي تسببت في أعلى نسبة من انبعاثات الكربون منذ عام 2007 وحذر كلوغ من أن درجات الحرارة القصوى تسببت في الإجهاد الحراري الذي أصبح السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالتقص في القارة الأوروبية وأضف أن الاحترار الأسرع في العالم يحدث في أوروبا وقد أدى درجات الحرارة القصوى إلى وفاة أكثر من 148 ألف شخص في السنوات الخمسين الماضية في أوروبا